تحية من أورشليم مدينة السلام فهذه رسالتنا لإحياء الأحداث التي عاشها يسوع في نفس المكان وعلى خطاه نعم نحن ككهنى وشعب مؤمن نعيش اليوم أزمة مع فيروس كورونا الذي ألزمنا بيوتنا كما ونعيش أيضا أزمة لترجية حيث حرمنا الفيروس فرح وروعة الاحتفالات اللترجية الخارجية التي نعبر من خلالها بما نؤمن به كلنا كهنى وشعب مؤمن نعيش أزمة لأن الإنسان ضعيف بطبيعته وبحاجة للاحتفال بما يؤمن به بشكل ظاهري ملموس تعبر عنه اللترجية والطقوس وفقدانها سبب لنا جميعا إرباك شعرنا بألمه هذا لأننا كنا نقف عند ظواهر الاحتفالات اللترجية والاكتفاء بأفراحها المؤقتة والتعلق بها فارتبكنا وتألمنا عند فقدانها لأننا كنا مهملين عن السير بمسيرة نضوج الإيمان الذي يعيش ويفرح بالروح ولكننا نقول أن فيروس كورونا بما حمل لنا من إرباك وألم نتج عن حرمان الكهنى من آداء واجبهم بالاحتفالات اللترجية وحرمان الشعب المؤمن من عيش ما يؤمن به يدعونا للتأمل والوقوف عند الأزمة وتحليلها والتأمل بنتائجها وتبعياتها للخروج بفكر وتعليم لاهوتي وتنشئ لنا جميعا كشعب مؤمن للسمو بإيماننا إلى نضوجه لبلو فرح الروح وخلاف ذلك نحن كهنة عسى وأتعسنا مؤمنين ما نقوله مهم جدا حتى إذا عاودتنا هذه الخبرة استطعنا بلوغ أفراح ما نؤمن به ونعمه حتى لو هدمت كل كنائسنا وتوقفت أشكال العبادة فيها نحن أبناء كنيسة الجلجلة وفي نفس الوقت أبناء كنيسة القيامة ونستطيع أن نوصل رسالة ما شاهدته الأرض المقدسة مسرح حياة يسوع منذ مولده مرورا بموته الخلاصي متوجا بأفراح قيامته بكل الطرق والوسائل إلى كل العالم آمين